موسيقى مع تزايد النمو السكاني الفلسطيني الذي بلغ في عام 2013 حوالي 4.5 مليون نسمة وما رافق ذلك من تغيرات في القطاعات الصناعية والاقتصادية أوجب وبشكل ضروري تطوير القطاع الصحي ليواكب ويلبي متطلبات العصر وحيث لا يمكن لهذا التطور أن يطرأ دون استخدام المعلومات المتوفرة بالشكل الأمثل في صناعة القرار على كافة المستويات الإدارية والتقنية على الصعيد الوطني لذا واستجابة لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية تم إنشاء المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة هو مشروع تقوم بتنفيذه منظمة الصحة العالمية بتمويل من الحكومة النرويجية وبطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية وبتعاون مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة والهدف من إنشاؤه هو رفض القطاع الصحي الفلسطيني بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار في مجال الصحة العمومية فلسطين وبالتعاون وبالشراكة مع مؤسسات وطنية فلسطينية أخرى أتات فكرة نحل الصحة العامة باجتماع ما بين جميع القوى الصحية والوطنية والمنظمات الدولية قبل أعوام على أن تبدأ من المصحة العلمية المشوار ومن ثم يكون هناك جسم فلسطيني أكاديمي مستقل لمتابعاته تحت رعاية وزارة الصحة الفلسطينية وبدعم نور الصحة العالمية على أن يكون هناك أبحاث ودراسات تخدم المصالح العامة للولد من ناحية وقائية وعلاجية وبناء عليها يتم التخطيط من خلال وزارة الصحة ووزارة الأخرى المعنية يعمل المعهد من خلال اعتماد الأبحاث العملية المبنية على المنهج العلمي التعليمي بالإضافة إلى البيانات التي تزودها المستشفيات والمرافق الصحية الأولية الموجودة في كل المخافضات الفلسطينية وأيضا تلك البيانات التي يتم رصدها والمتواجدة في السجلات الوطنية في الوقت الحالي في المعهد في ثلاث أقسام هم الرصد والمتابعة تحليل نظام المعلومات الصحية والبحوث والدراسات والطاقم التقني موزع على هذه الأقسام يشتغلوا مع بعض كفريق واحد ونشتغل مع بعض بحيث أن في الآخر نقدر نعطي توصيات فاصلنا على القرار كيف تحسين القطاع الصحي الفلسطيني لخدمة المواطنة الفلسطينية ومن الأمثلة على الإنجازات حتى الآن في قسم الأبحاث والدراسات والتقييم قد تم عمل تقييم للبرنامج الوطني لفحص سرطان الثدي أما في نظم المعلومات الصحية تم تطوير أداة لتحليل التقارير الإدارية لمستشفيات وزارة الصحة وأخيرا قسم تطوير الرصد والسجلات الذي خرج بتقرير يقيم سجل الوفيات في فلسطين ولمتابعة إنجازات المعهد وتقييمها بشكل مستمر تم تشكيل لجنة استشارية تضم أعضاء ذوي خبرة في مجال الصحة العامة في فلسطين تقدم النصحة والاستشارة اللازمين بما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للمعهد حاولنا ندمج أكثر من طرف بحيث أنه يكون فينا ممثلين من مختلف المؤسسات والقطاعات سواء كان الأكاديمية أو غير الأكاديمية بالإضافة لذلك نحاول نستغل الأبحاث بحيث أنها تجاوب على أسئلة محددة بيكون صانع القرار مهتم يعرف النتيجة فإحنا منحاول من خلال البحث العملي والتطبيقي أنه نتزوده بالإجابة بحيث أنه يقدر من خلالها يعرف مناطق الضعف مناطق القوة في العملية الصحية وكيف بيقدر يوجهها بالاتجاه الصحيح يعتمد المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة على ما توفره مختلف المؤسسات الخدماتية المعلوماتية الصحية من معلومات بما في ذلك وزارة الصحة كنقطة انطلاق لتحليل معمق وأوسع وقراءة تفصيلية للمؤشرات الوطنية من أجل الاستفادة من هذه المعلومات في صنع القرار والمضي قدماً للارتقاء بمؤشرات التنمية الألفية في فلسطين ويداً بيد ندعم ونقوي ركائز وجودنا الحضري مواكبين التقدم والنمو لتحقيق الأمان الصحي للمجتمع متطلعين نحو غد متجدد صوب المثالية ترجمة نانسي قنقر